السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة من انت وش انت في حلقة السابقة استعرض لكم قصة الشخصية وطلبنا منكم انكم تخمنون من هي والشخصية كانت وينستن النادل في لعبة توم ريدر ومن هنا نستعرض لكم بعض الاجابات الصحيحة من الكومنتات والآن خلونا نبدأ بالشخصية الجديدة ولد في قصر ملكي لعائلة حاكمة وخلال مرحلة طفولته تم خيانة والده من قبل شخصين وحتى الآن لم يعرف الأسباب السياسية اللي خلف هذا الاغتيال لكن كان من الواضح انه كان طمع في كرسي الحكم وتم الإعلان بين الطفل يتيم وتم طرده بعد ذلك لا يعيش في شوارع المدينة وبسبب هذا الشيء خسر اسمه الملكي وتم اعطاه اسم آخر لكن الحاكم الجديد قرر ان يختطفه مرة أخرى بسبب ظهور مجموعة تحاول ان تساعد الطفل حتى يعود للقصر ويصبح حاكم تم التربية هذا الطفل في قرية صغيرة تحت أعين زعيم المجموعة واصبح صديق مقرب لطفل آخر استمرت حياتي في هذا القرية لأكثر من 15 عام حتى ذهبه مع صديقه إلى جزيرة ضوابية واجهه هناك ما لم يتوقعوه هاجمهم وحش مما جعله يصطدم بصديقه ويسقط في حفرة غريبة خرج صديقه من الحفرة ولكن بالشكل مختلف تماما ومن هنا تبدأ مغامرتهم للبحث عن طريقة حتى يعود صديقه إلى شكلها الطبيعي فعرفتم من هذه الشخصية؟ شاركونا بالتعليقات ولا تنسلون زر اللايك والاشتراك بالقناة أعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة